السلام عليكم الدراري أتمنى أن تكونوا بأخير صحيح لكم مزيانة كل شي واداك أردت لكم تصريحات الكاملة دل فوزي القجاع في أخر تصريحات ديالو ليهزة المغرب بحيش أنه دوا على مواضع مهمة وكتخص جميع اللعبين المغاربة خصا زيادة دوا عليه مطولا ونقول لكم جميع سطورة اللي قال عليه وأيضا شنوقع له واحد ولمستقبل ديالو بحيش أعطاه حد الإسارة ليهي غيت حدد البلان نبدأ بالتفاصيل نبدأ مع أهم ما جاء تصريحات القجاع بحيش قال على البلاند الخلوزيت في الوقت الحالي وحيد خلوزيت هو مدرب لمنتخب الوطني المغربي علاقة شونا الآن معه جيدة وما سيحدث ما بين الآن ونومبر لهو الموعد نهائية كأس العالم بقطر لا يعلمه إلى الله وحيد سيعود من إجازته وبعدها سننخلط معه في نقاشات تهم خارطة الطريق المرتبطة بالتحضير لكس العالم وكذلك قضية بعض اللاعبين بابه المنتخب الوطني يظل مفتوحا لجميع اللاعبين بغض النظر عن ما إذ كانت لديهم مشاكل في السابق هنا إن الأمر يشمل حاكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله لا يمكن إقصاء مزراوي لأنه لم يأخذ إحدى المباريات ومن الجائز إبعاده لمواسكر أو إثنين فهذا يكافي وعلى الزياش قال بالنسبة لحاكيم زياش هو ابننا وقد اختار اللاعب للمغرب في فترة من الفترات على حساب بلد آخر لذلك لن نقبل ببقائه خارج أسوار المتخب المغربي زياش لم يسجل علينا هدفا عمدا أو ارتكب جرما كي يبعداء للأبد هو هدف الفريق الوطني المغربي وسجله معنا محترم وعودته ستكون مؤكدة ما يسري على زياش سيسري على حمد الله ومزراوي وعلى مالح لاعب رونشن الإيطالي وعلى اللاعب ديوب نحتاجه كل اللاعب وعلى المدرب أن يجلس معهم للحوار قبل المونديال يعني فستر الأخر فزرها وقال باللي خاس خلوزيتش ولا غدا حدد البلان يعني من الأخر يا خلوزيتش غادي غير رأي ديالو وغادي عايط اللاعبين ويحاول تفامعهم ويتواصل معهم بكل ودية ويجيبهم منتخبه ويقنعهم يا إما الرحيل وبطبيعة الحال جيبوا شمدرب آخر للعب المونديال أشبه لكم في الحاضرة ديالو أهدا مكان شالله لفراسكم اشتركوا في القناة